مشهد القتل والاقتتال البيني ونهب الأراضي والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وأوقاف الدولة بالتعز يعود مجددا إلى الواجهة مشهد تكرر حدوثه خلال السنوات الماضية ويتكرر راح ضحيته العشرات من المدنين نتيجة للإنفلات الأمني الحاصل الذي تعيشه تعز بينما الأجهزة الأمنية أمام كل ما حدث ويحدث داخل المدينة من اغتيالات ونهب للأراضي تقف عاجزة عن ضبط وملاحقة الجناء كما تقف عاجزة عن حفظ الأمن وحماية المدنيين من بطش العصابات سمعنا ونسمع ولا نزال حتى الآن نسمع بالكثير من القضايا التي يحدث فيها قرائم قتل بسبب الأراضي أو خصومات على الأراضي ولا تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها بالشكل الذي يجب في الفصل في هذه القضايا يتساءل المواطنون عن دور الأجهزة الأمنية المغيب بتعز ومن يقف وراء العصابات المسلحة خصوصا في ظل ترك الساحة للعصابات تعبث بأمن وأمان المواطن دون أن تحرك ساكن الحيال ما يحدث من انفلات أمنه عدث الاغتيالات والاستلاء والبسط على أراضي الناس في مدينة تعز هذا يدلل بشكل واضح على الفشل الأمني للأجهزة الأمنية وقوات الجيش والسلطة سلطة الأمر الواقع داخل هذه المدينة والتي طالما تورطت في مثل هذه القضايا بحمايتها لمجموعة من البلاطية والقتل داخل هذه المدينة لتصفية حسابات مع خصومها السابق تتقاسم العصابات المسلحة المنفلتة أمنيا والميليشيات الحوثية الجرائم الاتهاكات المرتكبة بحق المدنيين بالتعز تقرير حقوقي وثق خلال العام الماضي أكثر من 1500 انتهاك تصدرت الميليشيات الحوثية قائمة مرتكبيها من بين هذه الجرائم 270 انتهاكا ارتكبتها العصابات المسلحة